في تقريره أمام مجلس الأمن أكد المبعوث الخاص إلى اليمن مارتين جريفث تحقيق تقدم على صعيد تطبيق اتفاق السويد وأكد جريفث أن تعاون طرفي الصراع مع فريق الأمم المتحدة في الحديدة ذلل كثيرا من العقبات داعيا إلى بدء المرحلة الثانية من إعادة الانتشار أحرزنا بعض التقدم الملحوظ في تنفيذ الاتفاقات التي توصلنا إليها في استقهولم قرب نهاية العام الماضي حيث أكدت طرفان الالتزام بخطة إعادة انتشار القوات من ميناء الحديدة كمرحلة أولى ثم بعد ذلك المناطق المحورية في المدينة والتي ترتبط بإدخال المساعدات كمرحلة ثانية من جانبه أكد سفير اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي على أن ميليشيا الحوثي تواصل الخروقات بهدف إجهاض اتفاق استقهولم وتستمر خروقات هذه الميليشيات باستخدام مختلف إنواع الأسلحة التي تستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة والمنشآت الاقتصادية ومواقع الجيش وتواصل إعادة التموضع وتعزيز مواقعها العسكرية في المدينة بشكل كبير وتقوم بزرع الألغام وحفر الخنادق وتشهيد الحواجز عند المداخل والمواقع الرئيسية في محاولة منها لاستفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف بهدف إجهاض اتفاق استقهولم وكانت الأمم المتحدة أعلنت اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على البدء في سحب القوات من ميناء الحديدة الرئيسية وفق جدول زمني للانسحاب والاتفاق على آلية لتولي القوات المحلية مسؤولية الأمن في الموانئ والمدينة